صحية مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين دير هاد القناة هادي قبل ما ننطلق في الفيديو ديال اليوم نستغل هذه الفرصة هادي ونهن المنتخب ديال الاشرقاء الجزائريين على الفوز دياله المباراة كانت زوينا المنتخبين بجوج لعبوا كورة مزيادة ونظيفة هذك الشي ديال الي تيوليوا يحاولوا يحاولوا مباراة ديال الكورة القادم الى صراع سياسي سواء من هاد الجانب ديال العياشة ديال المغرب او من الجانب ديال الشياتة ديال هادا يعني ديال الي تيحاولوا يخرجوا الكورة على النطاق دياله هذا الشي رياضي وهذا الشي واللي الافضل يستحق والفريق الجزائري اغلبيةنا احنا كشعب مغربي شجعناه في كأس افريقيا وفرحنا الفرح ديال الانتصار دياله وكان فرح عظيمة نتنعقل عليه بزد يعني اغلبية المغربة اللي تنعرفون فرحوا المنتخب الجزائري في ذلك الوقت ما نعناش دابة مشكلة واننا ما نفرحوش له لحتبونت من يولو المزيد من الانتصارات والمزيد من النتائج الإيجابية هذا من جهة من جهة اخرى تحيل ناس اللي متضامنين مع المعتقلين مع معتقلين الرأي ومعتقلين الحراكات ومعتقلين السياسيين والصحفة إلى أخير كلهم وخاصة أخونا نوردين لواج المعتقل على خلفية ديال البلطاجة ديال البلطاجة ديال النظام هذا النظام بلطاجي وهذا القضاء بلطاجي وخير دليلها لأن هذا القضاء هذا بلطاجي هو هذا الملك المعمل السري اللي تيقولون معمل كرون ديستا غير قانوني ديال التكستيل ديال النسيج اللي كان فرطانجة واللي بسبب خلال الفيضانات لأنه معمل يعني كرون برستان عمل غير قانوني كان مسدود الباب على العاملات وتتعرفوا العدد العاملات اللي توفاوا اللي اعتبرهم ستشهدوا هنا من أجل لقمة العيش يعني الحكموا عليه الحكم صدر والحكم كان سنة ونصف تخيل معي انتال مول كاسكيطة أربع سنين وبدوح عامين ولات السنين ما ما عقلتش بالضبط إلى غلط معدروني الزفزافي عشرين عام أجل لول عشر سنين ولول عام وخفستاش العام أحمجي قيل يعني تخيل معي انتال مدى الجريمة مدى الحجم الجريمة هذه الهد اللي قام بها هاد مول هاد المعمل هذا أولا هو أنه هادك فيه تهرب ضرائبي يعني تضرب الاقتصاد الوطني كذلك الاندرغراوند بزنسز هادو التجارة اللي في المارشنوار تضرب بالاقتصاد الوطني بالإضافة لأنه تساهم في الفساد وتيستغل هادك الموقع دياله وتما باش يدير ذاك يستغل اليد العاملة بطريقة الاستعباد الغريب في الأمر هو أنه هاد المعمل هذا حال تما بطريقة غير قانونية وما جابوا التى واحد ما جابوا التى شي واحد من الصلاط يعني احنا كما تقولوا المقدم إلى كليتي الهدس في الغداء تيعرف كليتي الهدس في الغداء يعني هاد المقدمين هادو تعرفوها كاملة يعني المقدم عارف القايد يضربها في جيبو المقدم يضربها في جيبو العامل يضربها في جيبو قاع السلطة يضربها في جيبو ما كانت حاسب تشي واحد على عدم الآداء ديالي هو يجيب ديالهم بل جاو احتل هذا الحكم وعطاه عامونس بينما ولد الشعب الوطنيين الحقيقيين والشرفاء الحقيقيين هم تي في السجن بتوهم وهي صحافة شرفاء مناظرين شرفاء أبناء بالريف الأبرار تيتحكموا بتوهموا هي وتياخدوا وتيحصدوا بيناتهم هم كاملين المئات دير السنوات إذن هذا من جنيب هذا هو أكيد لأنه يعني هنا في انتيبا هذا وعنا نرجع كما قلت هذا المرة هو أنه هات الشي كله لأنه السلطة الشريعية وتنفيذية والقضاء والفيديراتي في ديال العسكر كل شي متمركز في يد واحد شخص واحد ومن هنا عنده ذلك الموضوع هذا اللي هو علش محمد الساديس يعني من اللي بدأ بدأ بواحد الشعبية خطيرة الناس ناس ناس مثقفين وتشمتوا فيه مثلا صحافة من صحافة رائعين من بينهم زواد صحافة اللي داب هم معارضين لهذا النظام السلطوي القمعي هذا البوليسي هذا تعترفوا بأنهم اللي جاء في الأول تشمتوا فيه لاش تشمتوا فيه كل واحد ولكن كلهم تتافقوا على أساس أنه ضهشر الناس بهذا الدرجة وقالوا وراء يمكن عيكون هذول الناس اللي ما عندهم مش مثلا هنا فين تقول لكم مشكلة رائعين التي يكون عندك أنا من الناس اللي عندي مشكلة ما من النظام الملاكي يعني النظام الملاكي اعتبروه نظاما صالح يعني احتف بريطانيا احتف هذا عندي موقف لانه احتف بريطانيا انا تقول مثلا علاش المواطنين البريطانيين غي يخدمو يضربو تامارة باش في الاخير يصرفو 54 مليون جنيه سترليني يعني تقريبا 71 مليون دولار ولا قريبا لدك شوية هذا ولا كده 60 مليون دولار نعطي والدك لائلة اللي قال سمت تدير تحاجة فمتين يا حي اتوارت وهوتي يقول لك حقال هوتي يعني نحن أن يتلحموا الالتحام لذلك الشعب يالذك الشعب ما قادرش يلتحم على دستور عوض ما يلتحم العباد الله يعني هذا موقف عندي هنا من الملكية ما تهمني محمد السادس ولا الحسن التاني ولا هذا وهنا في انتي دبل الناس تتفقدوا إذا قلت لكم هاد الناس تشمتوا أساسا لأنه جريع على البصري وهدي كانت ناس بزاف كانوا تعاني من ذلك القهر ذي البصري سوا بأن البصري كان يتفقد الأوامر الملك الذي قبل منه وأنه محمد السادس يحييد هذا لأنه يجيب وغير لهم نفس شي وهذا الذي يقعه فيه ثانيا هو أنه التصالح والإنصاف والمصلاحة بالإضافة أنه خلع أبراهام السرفاتي الرعادي ثلاثة الأمور التي يقول كانت تقدم إشارات بأنه هذا منفتح سياسيان وأنه متفهم إلى آخره إذن فين مشات هات الشعبية هذه اللي كانت عند محمد السادس شنو وقع لها أولا الشعبية دي محمد السادس بدأت تتفضح مع الفضائح المالية مع التهريب المال وإلى آخره يعني تتضبط الملف الاش اس بي سي والملف للباناما وإلى آخره إلى آخره مجموعة الأمور كذلك بدأت النهب بوحة الطريقة اللي هي ولت مو منهجة بوحة طريقة خاطرة هو أنه الماليك دخل تماما من أجل التجارة ما بقاش عنده تشي دور في الحاكم ما ولو الحكم تتنفد يعني الناس التي يدفدون الحكم هما كما قال عليها الخونجي بن كيران من اللي يدخل قال المكتب الحكومة أحدا المكتب الحكومة المصح المستشارين اللي هي اللي تتحكم فعلا اللي هي الحكومة اللي هاد الناس هذو اللي فايت قلتها قال اللي باغي يقول الحكومة ضد اللي باغي يقول لنا اسمي واني شن هو المالك يعني هو الحزب دي كما كانوا تقولون تقضي على الحكومة ضد الله إبراهيم دا الحكومة دياله من ثم هذيك الحكومة اللي استمرت وولده غيورت عليه التقليد والعرف ديال هذ العلويين المستبدين المجرمين هذو إذن من هذ الباب هذ هذ الشعبية دياله يعني بدأت تتنقص من ذاك الوقت هذاك خاصة أنه نقدر نقول لكم بدأت تتنقص من 2003 وإلى آخر تتفضح تانيا على أنه كذلك ما عنده اشتر ذاك القبول اللي ربما كان يقدر يصنع به الناس لأنه كانوا بقي مذوزين على الناس هذك الفكرة ديال هو رض ضرافات هو ضريف هو غزي وولو تخرج تسارف الزنق وذلك شي غير ناس غير يضير به اللي خيبين بدأت تتلاش لأنه هو عما تزيد يدور به الناس الخيبين ولا بالعكس والتي توج الناس الخيبين الناس اللي تتطبط عليهم الاختلاس للفلوس تتطبط عليهم الفاسات هو تعينهم كما دار الأوزين وكما دار ما له وكما فامتيني إذن الشعبية تبدأ تيبان بأن الخيوب يرهم النوب الإضافة لأنه بدأ تيحتكر المرشيات وأنه ثروات عائلة بدأ تضعف بشكل صاروخي حتى ما يعرف بالرابعة الشعوب ولما نسميه كل نقول رابعة الشعوب خراها تهدي عندنا فيها كلام جاء وبدأ يبان لنا بأن هو ره صفي يعني يخرج للعيب نيشان معمره تفعل كذلك مع الرأي العام الوطني يخرج يهذر مع الرأي العام الوطني ما عندوش ذلك القبول اللي قلتو لأنه قبل ما مشتلي الفكرة هو أنه حتى الطريقة دياله دياله تتبيل بأنه عندو مشكلة حتى في التواصل يعني ما يقدرش توصل الفكرة بدأ يبان فيه ذاك الصور دياله اللي تدير في الخارج وذاك الأخبار اللي تخرج في الخارج وأعتقد كذلك على أنه الميول دياله يعني الجنسي شي شوية هو لاعب دور يعني من حكم هذا بالنسبة للناس المثقافين أعتقد على أن هذه تتلعب ضوور بل التي تتلعب ضوور أكثر هو يعني الاحتكارية دياله والاستبداد دياله والطغيان دياله ومسانته للفساد وإلى آخره ودعمه وحمايته للمفسدين لأنه خدمين عنده يعني جات مع الحركة 20 فبراير فضحات كل شي ومن ذاك الوقت هو الملك محمد السديس هو لا شرعية لا هو لا شعبية له هو لا شرعية له كان يضهم ولكن حتى كمالك هو كشخص فقد كل هذيك الشعبية المزعومة اللي كانت عنده في البداية كلها تبخرات رغم على أن هو تيخسر الفلوس بشير مع الصورة دياله ما نفعتوش بالإضافة يعني المحاكمات السورية والاعتقالات وهذا الشي اللي بدأت يوقع مع الصحفة مع حرية التعبير يعني هذا الغياب بالذكرى وهني الجميع بالذكرى اليوم العالمي الحق للإنسان اللي كانت البارح رغم على أن إحنا ذاك اليوم باقي ما دخلش عندنا المغرب باقي ما وصلناش حقنا باش أننا نحسوا بأننا نحن رجز من ذاك اليوم العالمي للحق للإنسان ومن ذاك المواثق الدولية للحق للإنسان عندنا حبر على ورق كذلك يعني طريقته في مباشرة الميل في الصحراء اللي هو يعني الميل في الفضح هذا النظام هذا في المرحلة في المرحلة محمد السليس بالإضافة أنه كورونا وتسير كورونا وكذلك بأنهم تتفضحوا بأنهم ينفقوا الملايين المئة الملايين للدولارات بينما الشعب تقولوا تقشفوا ما عندنا شو ما نعطيوك شو هذي كورونا والوباء وما كان شيء إذن أقول اليوم أنه الميزان ليقيس الشعبية المحمد السليس أنا أعتبرها في السلبي مع الناس قاعدة اللي حاولت نديره ولذرنا واحد البول صادق أي طبيعة حال أي أغلبية الشعب المغربي اليوم هي كارها المحمد السليس فقط الخوف وهذا القمع وهذا الشيء اللي تديره من ديره في عباد الله اللي راه هو شدد نسعده إذن الحد هنا أنتوقف تحياتي لكم وهنا اللقاء ترجمة نانسي قنقر